شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الختمية للقمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا وأشهد المشاركون في الجلسة بالجهود التي بدلتها مصر خلال رئاستها لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين وأكدين أهمية البناء على الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للكوميسا وجه رئيس زامبيا هاكيندي هيتشيلي مشكرة للرئيس السيسي على قيادته لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لدفع التكامل الإقليمي في إطار الكوميسا